كثير من الأشخاص في فترة رمضان يشكون من الإمساك الشديد طبعاً هذه ناتج عن قلة السوائل بصورة مباشرة وعن عدم الرياضة في شهر رمضان لأن كثير من الناس ينامون ساعات النهار ويسهرون في الليل وينسون يشربون ماي فيشربون كثير من السوائل الأخرى مثل الشاي والقهوة في الليل اللي هي تؤدي إلى أمساك أكثر لتجنب هاي الموضوع الإمساك أنصح الصائمين أن يكثرون من شرب الماي يعوضون ما يفقدونه في النهار يعوض في فترة بين الإفطار والسحور الكثير من الخضار وخاصة صلطة بدل أكل الأشياء الدسمة في بداية الإفطار صلطة وبعض الخضار المطبوخة أو الخضار الطازجة مهم جداً تناول فواقه بدل تناول حلويات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة